استأذنت الريح ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يأتيه البشير ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف هذه الآية تتكلم عن إخوة يوسف عندما رجعوا من مصر من عند يوسف عليه السلام إلى أبوهم يعقوب عليه السلام في الشام فقالت الآية ولما فصلت العير فصلت العير أن خرجوا الركب إخوة يوسف من مصر وبدأوا يدخلون في أرض الشام فقال ابن عباس ترجمان القرآن ولما فصلت العير استأذنت الريح ربها أن تبلغ يعقوب ريح يوسف قبل أن يأتيه البشير وعندما وصل إخوة يوسف إلى حدود الشام أخذت الريح بالتحرك واستأذنت ربها وأخذت ريح قميس يوسف إلى يعقوب عليه السلام فقال يعقوب إني لأجد ريح يوسف فسبحان الله الذي قال وما يعلم جنود ربك إلا هو